السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في سورة البقرة في الآية الثانية قوله تعالى الذين يؤمنون كلمة يؤمنون كيف تقرأ هذه الكلمة لورش يقرأ ورشا بإبدال الهمزة في يؤمنون الهمزة الساكنة من جنس حركة ما قبلها فما قبلها مضموم تبدل واوا يقرأها كذا يؤمنون وهذه الكلمة يقاس عليها يعني ليست هذه الكلمة فقط وإنما إذا وقعت الهمزة الساكنة فاء للكلمة في أي موضع من المواضع في القرآن بالنسبة لورش فتبدل من جنس حركة ما قبلها يؤمن يؤمن واقس على ذلك طبعا باستثناء جملة الإيواء فأو يأو تأو هذه الجملة مستثناء لورش من فاء الكلمة يقول ابن الجزري رحمه الله في منظومته طيبة النشر ولفا فعل سوى الإيواء لزرق اقتفا فتقرأ هكذا الذين يؤمنون ويقول الإمام الشاطبي رحمه الله إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلة سوى جملة الإيواء